النقل في النباتات الراكية بيتم من خلال عمليتين مختلفتين العملية الأولى هي عملية نقل الماء والأملاح من الجدر إلى الورقة من خلال الخشب والعملية الثانية هي عملية نقل الغزاء الجائز من الورقة إلى جميع أجزاء النبات وده بيحصل عن طريق اللحاء الخشب بينهل الماء والأملاح من الجدر إلى الأوراق بواسطة كوة والكوة دي بتعمل على صعود هذه العصارة ومن أهم النظريات اللي فصرت صعود الماء في النبات عندنا النظرية الأولى نظرية الضغط الجزري والنظرية الثانية هي نظرية خاصية التشرب والنظرية الثالثة هي نظرية الخاصية الشعرية والنظرية الرابعة هي نظرية التماسك والطلسك وقوة الشد النشاة عن النتح أول حاجة نظرية الضغط الجزري لما بتيجي طيطة عصاق النبات بالقرب من سطح التربة بتلاحظ خروج مية من الصاق المبطوعة الظاهرة دي اسمها زاهرة الادماء وبيتم ده بفعل القوة أو الضغط الناشئ من الجد هتيجت امتصاصه للمية بالخاصية الاسبوزية وده المعروف باسم الضغط الجزري فالضغط الجزري بيسبب اندفاع المية عموديا خلال أوعية الخشب ولكنه بيتوقف بعد مسافة وسيرة بسبب تساوي الضغط الجزري مع ضغط عموديا المية المعاكس له في أوعية الخشب والنظرية دي كان فيها قصور بسبب ان التجارب اثبتت ان نظرية الضغط الجزري لم تتمكن من تفسير صعود المية لمسافات طويلة في الاشجار العالية بحيث ان الضغط الجزري لا يزيد عن اتنين ضغط جو وده في احسن الاحوال وكمان الضغط الجزري بيكون معجوم في النباتات عالية البزور زي السنوبر والضغط الجزري بيتأثر بالعوامل الخارجية بسرعة نيجي بعد كده للنظرية التانية وهي نظرية خاصية التشرب جدران اللوعية الخشبية بتتكون من السلولوز وبترصب عليها من الداخل مادة اللجنين والاتنين بيكون عندهم الطبيعة الغروية التي لها القدرة على تشرب الماء فخاصية التشرب بتفسر نقل المية خلال جدران الخلايا لحد ما توصل الجدران لنوعية الخشبية والقصيبات في الجدر وبعد كده الى باية جزاء النبات ولكن حصل قصور في نظرية خاصية التشرب لأن التجارب العلمية أثبتت أن خاصية التشرب بيكون لها أثر معدود جدا في صعود العصارة ودل إن العصارة بتسير في تجويف أوعية الخشب وليس من خلال جدرانها فقط وذلك خلينا نروح النظرية الثالثة وهي نظرية الخاصية الشعرية والخاصية الشعرية بتفسر ارتفاع المية في الأوعية الخشبية لأنها من الأنابيب الضيقة اللي بيتراوح كترها من 2 من 10 إلى 5 من 10 مليمت ولكن برضو حصل قصور في نظرية الخاصية الشعرية بسبب أن الخاصية الشعرية بتعتبر من القوة السنوية الضعيفة لرفع العصارة ودل إن أقصى ارتفاع المية في أدية الأنابيب عمره ما بيزيد عن متر ونص نيجي بعد جدل آخر نظرية وإن نظرية التماسك والطلاصق وقوة الشد النشاع عن النتح العلمان ديكس ونوبولي وضعوا وسس بنظرية التماسك والطلاصق بحيث أنهم أثبتوا أن المية بيتم سحبها بوسطة الورقة نتيجة استيلاك المية في عمليات التحول الغزائي إن هو إلايت وبرضو بيتم استهلاكها في عملية النتح والتوخر في الأوراق فبتتلخص النظرية في أن عمود المية بيرتفع في الأنابيب الخشبية تحت تأثير ثلاث قوة وهم قوة التماسك بين جزيئات الماء وبعضها داخل أوعية الخشب والقصيبات والقوة الثانية هي قوة التلاصق بين جزيئات الماء وجدران الأنابيب الخشبية والقوة الثالثة هي قوة الشد النشاع عن النتح المستمر في الأوراق الدليل على وجود قوة التماسك بين جزيئات الماء وبعضها هو وجود عمود متصل من المية داخل الأوراق والشروط اللازم توفرها بحيث أن يكون للمية قوة شد عليها في الأنابيب الخشبية هو أن الأنابيب دي لازم أنها تخلو من الغازات أو الفقهات الهوائية بحيث لا ينقطع عمود الماء والدليل على وجود قوة التلاصق هو بقاء أعمدة الماء معلقة باستمرار وبالتالي بتكون مقاومة لتأثير الجاذبية العرضية والشرط اللازم توفره هو أن تكون جدران الأنابيب زاد خاصية التصاق بالماء يعني تكون غروية وده اللي احنا بنلاحظه في أوعية الخشب اللي تكون مبطنع من الداخل بطبعة اللجنين وبرضه من الشروط اللازمة أن أوعية الخشب تتميز بالخاصية الشعرية والدليل على وجود قوة الشد النشاء عن النتح المستمر في الأوراق هو وجود الجاذب المستمر للمية من أعلى وبالفعل العلماء أثبتوا أن القوة دي هي القوة الأساسية اللي بتعمل على سحب الماء في الصاق إلى مسافات شاهقة تصل إلى 100 متر واللي بيحصل أن درجة الحرارة لما ترتفع الأوراق بتفكت بخار الماء الموجود في الغرف الهوائية في عملية النتح عن طريق الصغور وده بيقلل الرطوبة في الغرف الهوائية للجهاز السهري في الورقة فبتقوم الغرف الهوائية بسحب الماء من خلايا النسيج الوسط المحيطة به اللي هو الميزوفيلي علشان تقدر تعوض اللي فقدته من ماء نتيجة زيادة عملية الطبخ وبالتالي بيقل امتلاء خلايا النسيج الوسطي بالمية فبيرفع تركيز عصرتها فبتقوم خلايا النسيج المتوسط بجذب المية من الخلايا المجورة لحد ما توصل لأوعية الخشف في العروق الدقيقة وبعد كده في العروق الكبيرة وبعد كده في العرق الوسطي للوراق وبالتالي المية الموجودة في أوعية الخشف بتكون تحت ضغط قوة شد كبيرة فبيرتفع الماء بذلك بعد كده في أوعية وقصيبات خشف الصاق والجدر المتصلة ببعضها فبنستنتج ان قوة الشد النتيجة عن النتح في الوراق مش بس بتساعد على سحب المية في السلوان الوعية في الجدر ولكنها بتساعد برضو على الشد الجانبي في الشعيرات الجزرية نيجي بعد كده نشوف نقل الغزاء الجاز من الوراق الى جميع عجزاء النبات اللوحاء بينيل العسارة الناتجة اللي هي المواد العضوية عالية الطاقة اللي كونتها الوراق أثناء عملية البناء الضوي في جميع الاتجاه فبينيلها الأعلى علشان يقدر يغزي البراعم والأزهار والصمار وبينيلها الأسفع علشان يقدر يغزي الصاق والمجموع الجزري وعندنا تجربتين بيثبتوا دور الأنابيب الغربلية في نقل المواد الغزائية الجازة الى جميع أجزاء النبات التجربة الأولى كانت العالمين رابد ببور فبتكون الخطوات كالتالي أتاحوا لوراق من نبات الفول الكيام بعملية البناء الضوي في وجود ثاني جسد الكربون ولكنه كان محتوي على كربون مشاعر وبعد كده تتبعوا المصار المواد الكربوهدراطية في النبات المشاهدة أول حاجة تكون مواد الكربوهدراطية مشاعر تانية حاجة المواد الكربوهدراطية انتقلت الى أعلى وأسفل في الصاق والتجربة التانية كانت للعالم ميتلر والعالم ميتلر استعان بحشرة المن اللي بتتغذى على عصارة النباتات الناضجة في جميع محتويات الأنبيب الغربلية للتعرف عليها الخطوات هو أنه ترك الحشرة تغرس فمها للصاقب في أنسيجة النبات لحد ما يختريقها ويصل إلى الأنبيب الغربلية بعد كده فصل جسم الحشرة كله عن فمها وهي بتتغذى فحصل على عينة من محتويات الأنبيب الغربلية وقام بعد كده بتحليلها ثالث حاجة عمل قطاعا في نسيج النبات في المنطقة المغروس فيها خرطون الحشر المشاهدة لاحظ أن الغذاء بيتضفق عبر فم الحشرة إلى معدتها بعد كده لاحظ أن محتويات الأنبيب الغربلية بتتكون من المواد العضوية واللي بتحتوي على سكر الأصب وأحماض أمينية وبرضو كانت محتوية على ماء بعد كده لاحظ أن خرطوم الحشرة كان مغروس في أنبوب الغربلية من لحاء النبات الاستنتاج العصارة اللي متصتها الحشرة هي عصارة اللحاء التي تنتقل إلى جميع أجزاء النبات عبر الأنبيب الغربلية تعال بعد كده نشوف ألية انتقال المواد العضوية في اللحاء العالمين ساين وكاني تمكنوا من رؤية خيوط سيتوبلازمية طويلة محملة بالمواد العضوية داخل النبيب الغربلية وتمتد الخيوط دي من أنبوبة لأخرى من فلال سقوب الصفائح الغربلية ولحظوا وجود حركة دائرية نشطة للسيتوبلازم داخل النبيب الغربلية والخلايا المرافقة والحركة دي كانت بتنقل المواد العضوية وتعرف الحركة دي باسم الانسياب السيتوبلازم وبالتالي يمكن توضيح ألية انتقال المواد العضوية في اللحاء على أساس الانسياب السيتوبلازمي كالتالي أول حاجة بتنتقل المواد العضوية من طرف الأنبوبة الغربلية إلى الطرف الآخر أثناء الانسياب السيتوبلازمي تاني حاجة بتمر المواد إلى أنبوبة غربلية مجورة عن طريق الخيوط السيتوبلازمية اللي بتمر من أنبوبة إلى أخرى من خلال سقوب الصفائح الغربلية وبعد كده تم إثبات أن عملية الناء في اللحاء هي عملية نشطة علشان كده بتحتاج لمواد ناكلة للطاقة اللي هي ATB والATB بيتم تكوينه بوافرة في الخلايا المرافقة للأنبيب الغربلية وبتنتقل إلى الأنبيب الغربلية بوسطة البلازموديزمة اللي بيوصل ما بين سيتوبلازم من خلية المرافقة بالسيتوبلازم الأنبوبة الغربلية وكان الدليل على صحة الانسياب السيتوبلازمي هو أنه لما بيحصل انخفاض في درجة الحرارة أو بيقل الأكسجين في الخلايا بتقل حركة السيتوبلازم وانسيابه في الأنبيب الغربلية وبتقل عملية النقل النشط في اللحاء والدليل على كده لما بتتشبع الطربة بالمية نتيجة الري الزايد عن حاجة النبات بتقل عملية النقل النشط في اللحاء وده بسبب أن المية الزايدة بتحل محل الهواء ما بين حبيبات الطربة وبالتالي بيقل أو بينعدم الأكسجين في خلايا النبات ولما ينى الأكسجين بيسبب طباطه حركة السيتوبلازم وانسيابه في الأنبيب الغربلية وبالتالي بتقل عملية النقل النشط ترجمة نانسي قنقر